اشتركوا في القناة تكون اجاباتنا قريبة من الصواب مأخوذة من كتاب الله وكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم واخوال العلماء المعتمدين والفقهاء الجهابذة على مر التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الاول اذا دخلت صلاة الجمعة بعض الخطبة فلاصل ركعتين واسلم ام اكمل ركعتين اضافيتين بعد الامام العلماء على رأيين فيه يرون انهم طالما فاتتك خطبة الجمعة فصلي اربع ركعت واراء تقول لو ادركت الامام في الركوع في الركعة الثانية صلي ركعتين انا اميل الى الرأي الاول لان الخطبة كأنما تقوم مقام ركعتين وظهر الجمعة له خصيصة وهذا رأي الجمهور من العلماء ولكن لك هذا ولك ذاك هذا ايسر وهذا احوط او هذا احوط وهذا ايسر لك ان تختار ان شاء الله باذن الله كل صحيح باذن الله ما جعل عليكم في الدين من الحر سارجو يعني اذا بي الى صلاة الجمعة قبل ان يصعد الامام على المنبر لان الحديث يقول فايسا صعد الامام على المنبر جلست الملائكة واغلقت الصحف يعني لا تكتب القادمين يعني مش مسألة اسقاط فريد فقط لا السؤال الثاني اي يوم من المذاهب الاربعة تنصح المسلمة باتباعها لا انا انصح المسلم ان مذهبه هو مذهب من يفتي اما التخصص المذاهب هذا ليس للعلماء والفقهاء ودرس الاصول والذين يدرسون في كليات الشريعة واصول الدين ودراسات الاسلامية بهذا المنطق يعني فاذا كنت من هؤلاء فلك ان تتخصص او لك ان تأخذ كل المذاهب او بعضها لكن عوام الناس مذهبه مذهب من يفتيه ان شاء الله رب العالمين بس حضرتك في مذهب بتبيح حاجات ومذهب بتحرم حاجات لا هو شوف انت لا تقف عند مذهب معين وانما انت تسأل المفتي او العالم المعروف او الفقيه المعروف لدى الامة بانه فقيه فتسأله وتأخذ منهم اجابة اما انت غير مطالب بانك تتبع مذهبا معين نعم لا داعي ان تذكر نفسك في خلافات علماء انت لا تدرك لماذا اختلف نعم السؤال الثاني او الذي يلي حكم ازالة الشعر بين الحاجبين للرجال هذه تسمى العدسة التي بين الحاجبين لا ضير في ان الرجل او المرأة حتى تزيل هذه لانها ليست من الحاجبين اما النمص الذي يخص الحواجب اما بقية الوج هناك ايضا اراء اللي يقترب الانسان منه مطلقا ورأي يقول على المرأة ان تزيل الشعر الموجود في وجشها حتى لا تصير بشكل معين امام زوجها وامام نفسها ايضا حكم استعمال حبوب منع الحمل دون علم الزوج اولا يجب علم الزوج اولا لكن فرضنا جدلا ان امرأة ضعيفة البنية ابتريت بوظيفة معينة عندها ثلاث اربع او خمس او ست اطفال وزوجها مصمم على ان تنجب السادس والسابع ولم يقتنع باي ارأي ان توقف حملها وسالت الطبيبة فاخبرتها بخطورة او هذا الامر فلاها ان تاخذ في هذه الحالة اما ان تاخذها يعني من باب صحتها ورشاقتها ورفيهات لا تسأل فيها الطبيبة فلا يجب لا يجب ان تاخذ المرأة مانعا للحم الا باتفاق مع الزوج لانه هو يريد ذرية بهذا المنطق ان شاء الله طيب حكم الاحتفال ببداية السنة الميلادية يعني قال الله سبحانه لقد كفر للذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وانا يعني اهنئ من يقول ثلاث ثلاث هذا امر الامر الثاني والله لا علاقة بمولد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى امه منا السلام عليه السلام امنا مريم بان المسيح ولد في هذه الايام سيدنا عيسى ولد في ايام الرطب ويام الرطب في بيت الاحب في اغسطس يا في سبتمبر او في يوليو او اغسطس او سبتمبر يعني قبل نهاية الشهر او السنة الميلادية بثلاثة اشهر على الاقل او اربعة فما دخل الاول من يناير هذا امر يعني بصراحة غير وارد فانا اهن الناس بالاعياد التي شرعها رب العبادة سبحانه وتعالى لبعض الناس بحافز لبداية جديدة يعني اعمار يابني الحافز يجب ان يكون عند كل صلاة يكون عندي حافز لان انا لا ادري انا صليت ظهر اليوم من ينبئني ان انا سوف صلي العصر فلي اكون حافز جديد صلاة الظهر اليوم ربما صليت ونمت ما لم اقم فهذا هو الحافز ان الله معالم يعني الانسان يتوقف عندها حكم الزوجة التي تقول لا لكل ما يطلبه الزوج طيب عايش مع اهلي طيب طيب لا في كل شيء خلاص يعني ان يتفرق يوني لها كل من ساعة طالما تكره تبغض ولا تتحمله رد فعلها اصعب لا تطيع انفرطت عرى الزوجية اما اصلاح او انفصال حكم تأجيل قضاء رمضان الى اقصر ايام السنة يعني يتاجر يتاجر في الدين او مع الايام خير وبركة قد طالما انه يعني الصوم يتعب وان يوم الصيف يوم طويل وشمس تغيب او تغرب وقت متاخر جدا ويطول النهار لو اختار يعني بس يعني القضية ان اضمن بس ان ايه اعيش الى الايام التي تقصر فيها او يقصر فيها النهار حتى اصوم هذا دين علي لله عز وجل يجب ان اقضيه او اقضيه في اسعى وقت ربني يبقى فيك لكن ليس في اشيك حكم تغيير الاسم في دين الحنيف يعني فرضنا جدلا انسانا كان غير مسلم ثم اسلم او واحدة غير مسلمة ثم اسلمت هل عليها ان تغير الاسم لا ليس عليه ان يغير الاسم الا اذا كان اسم منافي لشرع الله سبحانه وتعالى يعني عبد الرسول عبد النبي عبد المسيح اش عرف اظن في الاسماء ايضا الغير المطلوبة نتاليا او هذه اسماء يعني معنيها ليست لطيفة يعني يفضل تغييرها لو افتكر حضرتك واحد اسمه مسلا سعيد حابب غير اسمه لمحمد مسلا لا ليس في هذا شيء ان شاء الله يعني هو حر طالما الاسم مباح لا اشعر بالحب تجاه خطيبتي لكنها عشرة على عشرة يا ما شاء الله عشرة على عشرة حاجة لا تترك المهم في كل شيء اذا انهيت العلاقة هل يعقبني الله بعد ان اختار ها لي والله يا ابن دي مسألة قبول نفسي واستخار واستشار رأيت انه يعني اصلي لا تحبها انت وانت عشت معاش ان تحب او لا تحبها يعني اذا كنت لا تحب فيها صفات معينة بس ده منقض للسؤال تدول عشرة على عشرة يعني حصل في الدراجات كلها يعني جمال ومال وحسب وناسب ودين وخلق وسلوك يعني انتظر ان شاء الله الحور العين في الجنة بإذن الله الحقيقة هم عشرة على عشرة لكن اذا كانت خطيباتك هذه وانت لا تحبها فلاص يا ابن الحلال بس البيوت بنيت على اكثر من هذا لان الحب يوما ما يتبخر لكن التفاهم والود والسكينة والرحمة هو الذي يستمر يعني مش لازم يكون في حب من الاول لا يبني الحب يزيد وانقص مع الايام الحب يزيد وانقص فانا ارى والله اعلم انه هو اذا رأى فيها هذا الخلق الكبير يعني اذا نظرت اليها انتظر شوية تريث يعني ان شاء الله سوف يفتح الله قلبك بإذن الله ما الحكمة من ذكر 25 نبيا فقط في القرآن ماذا عن البقية اولا اراء العلماء ان يعني القرآن ليس كتاب تاريخ لو ذكرت 324 نبي او الاف الانبياء الذين لم يقصصهم رب العباد علينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك لحكمة ان يعلمها الله فذكرنا هذه الاسماء الخمسة والعشرين في كتاب الله كي لا يطول القرآن ويصير كتاب تاريخ والقرآن احد محاوره قصص الانبياء او القصص عمتا ومنها قصص الانبياء لكن لو ذكر كل الانبياء لا اصبح القرآن كتاب تاريخ فالله ذكر لنا ما يعود علينا بالفائدة منهم الرسول الفقير والرسول الغني والرسول الملك وزي سيدنا سيدنا داود وهكذا نعم السؤال الذي يليه ما حكم لو شخص يصلي السنة وجاء شخص يصلي وراءه فريضة فالتصح الصلاة نعم جازة ان يصلي مفترض خلف متنفل ومتوضع خلف متأمن وواقف خلف جالس نعم الله تعالى ماذا كان سيحدث لو سجد ابليس ولم يأكل ادم من الشجرة لا شخص الله عز وجل خلق الخلق وهو اعلم به وخلى يعني خلقت ادم وحواء ان يعصي ثم يتوب كلاهما ويهبط من الجنة الى الارض على عنوان ان يتعلم الابناء ان اخطأوا ان سبحان الله يتوب رب العباد سبحانه وتعالى علينا كبني ادم وبناة حواء هذا امر الامر الثاني خلق الله عز وجل الخير كله في الملائكة والشر كله في ابليس الذي رفض وخلق الخير والشر في ابن ادم اذا غلب خيره شر فهو خير من الملك واذا غلب وشره خير فهو اسوأ من الشيطان اما لا نرتب امورا امر يعني قد دبرها رب العباد وقدرها رب العباد على خيالاتنا نحن من هم حق الناس بوقتي ومجهودي ومالي امي وابي ام زوجتي واولادي هو الحق يقال يعني بعد زواجك ان ام الزوجة والاولاد هم احق الناس برعايتك تمام ولكن ليس هذا على حساب ان الاب والام يحتاجوك فتتكاسل عنهم او تتكاسل عن خدمتهم او تتكاسل عن برهم او يعني تنسى وصاحبهم في الدنيا معروفة ان اذا نداك الاب والام وسبحان الله في امر يجب ان تلبي ويجب ان تكون برا ولكن اعطي كل ذي قدر قدرة نعم معلش حضرتك دي القط عاوزة تحدر الدرس بس هيرا والله طب خلاص خير وبركة اهلا وسهلا سبحان الله امم من امثالكم يا عمار سبحان الله تشعر بالامن والامان فسبحان الله قال عليه السلام هن من الطوافين عليكم والطوافات سبحان الله سمي يعني عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه اشتغر في التاريخ بانه ابو هريرة ونسي الانسان واسمه الحقيقي لتدليل الرسول له انه كان يحمل هرة من البرد ويدخل بها الى المسجد في كمة عشان تستشعر بالدفئ هل الكافر لديه ملك حسنات وسيئات نعم نعم له ملك له ملك حسنات وسيئات هو يعني ما يلفظه من قولا ان لديه رقيب عتيد هذه الصفة مش رقيب وعتيد يعني رقيب وعتيد للصفة للملكين هم اثنين واحد مختص بالحسنات كيف يكتبها الله اعلم واحد مختص بالسيئات كيف يكتبها الله اعلم لكن رقيب عتيد صفتان للملكين تمام هل ملك الحسنات شغال اه ملك الحسنات شغال على الخيرات اللي بيعملها الكافر عشان يثيبه رب العباد عليها في الدنيا صحة ومالا وشهرة بهذا المنطقة نعم الكافر ملك حسنات وسيئات لعله يتوب يوميا ان شاء الله هذا والله اعلم هل الملحد الجديد يا سلام على الملحد الجديد دي يعني مرتد يعني ملحد جديد يعني لم يولد غير مسلم وانما كان مسلم وترك الاسلام ترك الدين اصبح ملحدا هل الملحد الجديد في النار الى الابد ام انه سيدخل الجنة في النهاية لامانه من قبل لا العمل بالخواتيم يعني سبحان الله العظيم وانا لما حربهم ابو بكر عندما منعوا الزكاة رضي الله عنه وجهز جيوشا احد عشر جيشا سبحان الله يحاربهم ليعيدهم الى الاسلام وقال لعمر رضي الله عنه لو قاتلنا من فرق بين الزكاة والصلاة يعني انتقص الدين وانا حي فده مجرد انكر امر من اوامر الله وفريضة من الفراد وهي الزكاة فما بالك من الحد واشرك بالله عز وجل فده مخلط في النار اللي لم ياتب نسأل الله ان يتوب عليه وينبهه ان شاء الله بس في نقطة بداية انكار بعض ما علم بالضرورة من الدين درجة درجة يدخل في الالحات نعم هل النرجيسي مرض النرجيسية يحاسب على طريقة معاملته ام يعتبر مريضا وبالتالي يعذر النرجيسي طبعا الصفتين الاساسيتين عنده الكبر والكذب حياته كلها مبنية على الكبر لا ما اريكم الا ما ارى ويكذب دائما في الصباح وفي المساء هذا الانسان وهو يكذب يدرك تماما انه يكذب يعني مدرك كذبه طالما مدرك لكذبه ومدرك لكبره فهو محاسب عليه لانه يرى انه طينة من غير طينة الناس يرى انه فوق الناس يرى انه العبقر الاول يرى انه لا وجود لكائن حي في هذا الكون يستحق الاحترام والتبجيل والتقدير الا هذا المتكبر هو نفسه يرى هذا سبحان الله فالانسان المؤمن سبحان الله العظيم لا يد الله قطعت الاجابة يا مؤمنة ما شاء الله انتظر انتظر فهذا النرجيسي مدرك كل ما يصنع فمحاسب اما اذا وصل ان كبره لا يرى وانه لا يرى انه كذاب ولا يرى انه مخطئ يبقى هذا معطل العقل ورفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يكبر النام حتى يستيقظ المجنون حتى يعقل فاذا صار مجنونا مستور العقل يعني هنا لا يحاسب نعم اما النرجيسي بصراحة يحاسب هل حقا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب نعم سواء كلب لولو كلب نونو كلب صغير كلب كانيش كلب بنيش يعني كلب يعني كلب ابن يعني ابن ابيه يعني فطبع بلا شك اما اذا كان لحراسة او لصيت اهلا وسهلا اما الكلب لولو عشان يلعبوا معها العيال دي يعني انه كلب هل خلق الله كل الارواح في نفس الوقت وتوقيت ولاة المخلوقات على اي اساس لا خلق الله الارواح في وقت واحد قبل خلق ادم واذا قال الله من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى فما اشهدهم على انفسهم بالوحدنية وشاهدوا لله بالوحدنية جاءت الالسنة تنكر والقلوب تنكر والعقول تنكر هذه حجة عليه لكن توقيت ولاة المخلوقات على اي اساس هذا هذا امر الله لا تعديل للعبد على الله عز وجل ولا رد لقضاء الله فاذا قضى الله امرا ان يقول له كن فيكون فتكون كن نسمة تكون نسمة تكون شخص تكون رجل او ذكر او انثى هذا خلق الله هل يوجد مشكلة للاستماع للقرآن اثناء دخان الشيشة واسمت السؤال يعني تعذر برك الله فيك يعني ادخل على الملك او الرئيس او الوزير ومعايا شيشة وانا اكلمه اقول له شوف يا سادة الرئيس او يا فخمت الرئيس وانفوفوف شنو اقول لك سؤال هل هذا جائز عقلا انت بينا يعني الله يكلمك بالقرآن فالقرآن له اذابه يعني لا داعي لان تشغل بالك بمعصية الله وانت تسمع كلام الله ربنا يتقبل منا ومنكم وبرك الله فيكم هذه اسئلة اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته